تدعو جميع السائقين وخصوصاً سائقية الدرجات الهوائية للالتزام بالإرشادات والأنظمة المرورية تحقيقاً لسلامة راكبيها وسلامة مستخدمي الطريق لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا نفذت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور حملات توعوية مختلفة وركزت خلال حملاتها بكافة مناطق المملكة على مرتادية طريق خصوصاً من سائقية الدرجات الهوائية لضمان السلامة العامة واتباع الإرشادات الصحيحة لازم انك تأمن الدراجة تأمن روحك انت بعد في الشارع عساس ان السائر تشوفونك وانت مشي يمكن تروح مكان مثلاً ما فيه أنارة فدائماً لازم تكون ملتزم بهاي الانظمة ثاني شيء شباب تعرفون لازم يكون في تباعد اجتماعي نشكر الإدارة العامة للمرور على حملاتهم التباوية لحماية تساغ الدرجات في البحرين ومتابعتهم الدائما لنا هذه الجهود هي جملة من الحملات التثقيفية التي تعكس مدى حرص الإدارة العامة للمرور على توعية المواطنين والمقيمين حول التطبيق السليم للإجراءات الاحترازية ومن أبرزها متابعة تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم ممارسة الرياضة لأكثر من شخصين ناهيك عن تزويد الدراجة الهوائية بالإنارة وارتداء ملابس السلامة السيفتي هو أهم شيء السيفتي على السيكل، الأضواء، ليتوات خلفية وواغية، هلمة وويد مهم يعني هاي الأشياء الأساسية، فيه ناس يحبون لبسوني أشياء ضافية مثل هاي البادي السيفتي والتزام يعني بالتباع الاجتماعي، مسافة على الأغل بينك وبين رفيجك يعني خل المتر على الأغل، هاي حق يعني حماية من الأمراض المنتشرة حالياً وكسيفتي بينك وبين السيكل عشان تترقعون مع بعض أو بشيئة سمح الله أنا اليوم مخالف في قيادة الدراجة الهوائية بدون خوذة فنشكر الإدارة المرور على التوعية وأنا إن شاء الله ألتزم بالقواعد السلامة وهذه كل حق سلامتنا في النهاية هاي طبعاً واجب علينا كرياضيين إحنا بحرينيين نلبس الهلمت الواقي الرأس والإضاءة الأمامية والخلفية ونحاول ما نتجمع أكثر من شخصين الدوريات المرورية ستستمر بحملاتها على الطريق لنشر السلامة العامة وفق الاستراتيجيات المدروسة لتحقيق القاية المنشودة والتي تضمن لراكب الدراجات الهوائية السلامة من أي خطر قد يلحق بهم أثناء مارستهم هذه الرياضة الإدارة العامة للمرور تواصل مختلف حملاتها التوعوية لضمان سلامة مستخدمي الطريق وتذكر وتعرف مستخدمي الدراجات الهوائية بالإرشادات والأنظمة المرورية الصحيحة لضمان سلامتهم وسلامة طارق الطريق طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين